الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا بحضراتكم في هذا البرنامج العظيم هذا ديننا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم وأن يرزقنا حسن الاستماع اللهم أمين اليوم بشيئة الله تعالى أتحدث مع حضراتكم عن أهم عبادة وأعظم عبادة وسر السعادة سر السعادة في الدنيا والآخرة إذا فعلها العبد كانت له النجاح يوم القيامة هذه العبادة العظيمة وسر السعادة ذكر الله تعالى فحديثي مع حضراتكم اليوم نتحدث فيه عن عجائب الذكر وإن شئت فقل أسرار الذكر أسرار ذكر الله تعالى ما هي الثمار التي تعود على الإنسان إذا كان لله ذاكرا ما هي الأمور التي إذا ذكر الإنسان ربه عادت عليه بالنفع في حياته الدنيوية والأخروية هذا بمشيئة الله تعالى ما نتعرف عليه في هذه الحلقة التي أسأل الله أن تكون مباركة علينا جميعا بداية فضل الذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء قال ألا أنبئكم وهنا لو وقفنا وقفه مع الأسلوب الدعوي للنبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول ألا أنبئكم فهنا نبأ عاجل من رسول الله إلى الأمة المحمدية ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق خير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم لو تخيلنا التفضيل وأسلوب التفضيل الذي استخدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادة خير الأعمال وأن هذه العبادة أزكى العبادات إلى الله عز وجل وأن هذه العبادة خير من أن ينفق الإنسان الذهب والفضة في سبيل الله وأن هذه العبادة خير من الجهاد في سبيل الله قالوا قلنا بلى يا رسول الله قال الحبيب المصطفى ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى هي خير العبادات عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وللذكر ثمرات عديدة من هذه الثمرات أن للذكر سبب عظيم في مغفرة الذنوب كيف يكون ذلك؟ كيف للذكر أن يكون سببا في مغفرة ذنب العبد عند الله عز وجل؟ يقول الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله؟ نعم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون لذلك كان للإنسان المذنب وللإنسان العاصي وللإنسان البعيد عن الله عز وجل أقول له أيها العبد البائق أيها العبد الآبق أيها العبد البعيد عن ربه أيها العبد المذنب وكلنا أهل ذنوب وكلنا أهل معاصي إلا من رحم ربي أقول له اذكر الله تعالى أكثر أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى فألا بذكر الله تطمئن القلوب كانت لي حادثة وكان لي موقف مع هذه العبادة العظيمة قصة حدثت لي شخصيا كنت أعلم بعض الشباب القرآن في صورة الجمعة وكان هناك أطفال وكانت عندي حاجة من حاجات الدنيا فقلت للأطفال ادعو الله لي أن يسر الله لي أمري فكان الولد عنده فهم وفقه عظيم قال لي يا شيخ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فوقعت في قلبي أن الفلاح وأن النجاح وأن التوفيق وأن السداد من الله عز وجل للعبد بذكر الله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وكلمة الفلاح أعظم وأكبر عند الله من كلمة النجاح كلمة عظيمة أن يكون الإنسان مفلح في الدنيا ومفلح في الآخرة وأن يكون الإنسان يجعل الله له التسديد في أمور حياته والتوفيق في أمور حياته كل هذا من ثمرات الذكر إذا كان الإنسان ذاكرا لله عز وجل فأخذت هذه النصيحة من هذا الطفل الصغير وأخذت طول الطريق وأنا أذكر الله عز وجل وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى حاجتي فقضيت بإذن الله كل هذا بفضل هذه العبادة العظيمة هذه العبادة التي جعل الله لها الدرجات العليا عن كل العبادات لماذا؟ لأنك حينما تذكر تذكر من؟ تذكر الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سيدنا أبي جاء له الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقال له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البيينة وهنا اهتز جسد أبي قال يا رسول الله أو سماني بإسمي؟ الله ذكرني سبحانه وتعالى سماني بإسمي؟ قال لك أبي سماني بإسمي؟ قال نعم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة البيينة وإذا بأبين يبكي ويمشي وهو يبكي ويقول الله أكبر أي كرام للعبد أي كرام للعبد أن يذكره الله والله سبحانه وتعالى يقول في حديثه القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه إذن أنت حينما تتحرك بذكر الله سبحانه وتعالى فاعلم أن لك كرام عند الله عز وجل هو الذي قال اذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول الطهور شطر الإيمان اسمع والحمد لله تملأ الميزان السيادة واجيها معنا اتصال أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاي حضرتك الله يبارك فيك اتفضلين شوف حضرتك أنا بالنسبة لي تعبان عبقالي يجي طال الشهور الكحة تنسكني وبعد كده القلب بقى اشتغل ورخر ايكو تعب جامد ودلوقتي اجي اتحرك في الشقة اعمل اي حاجة بعد ما خدت علاج تمام لقي وسطي اسفل الظهر كأنه ممسوك تعبني اسفل الظهر اسفل الظهر اللي هي ناحية القطانية دي او تمام اتحرك بسيطة ولقي التعب مسكني تاني اقوم جاي قعد طيب انا عايز اسأل حياتك حاجة فيه فيه ميسيان ميسيان او يعني انت بتحسي بالنسيان اوتوها تحط الحاجة وتحس انك انت مش عارف انت حططيها فين ساعات كتير احط الحاجة ودور عليها كتير مليهات النسيان ده بصورة مستمرة ولا النسيان العادي بتاعنا اللي هو العارض اللي بيحدث لانسانيا ولا نسيان بصفة مستمرة اه بصفة مستمرة طيب فيه اختي كوابيس كوابيس لا انا شفت يعني من فترة طويلة اللي انا كان اكاين على حاجة عالية واعتمن عليها اه لا لكن ما فيش كوابيس ما بتقول مش من النوم كده تحسي بهمدان واكان حد ضربك بعصاء او حاجة لا بقرأ اية الكورس قبل منام والاسكار قبل منام انت رحت لدكتور يا وكتي اي رحت لدكتور طب الدكتور قال لي كيه الدكتور قال لي فيه دقفة السمام النطراني وتاخد العلاج ده هوت بالرغم انا انا كنت لحضرتك كنت متجوزة قبل كده قعدت مع الجوز الاولان سبع وعشرين سنة وحصل اختلاف اتطلقت عشان موضوع الاولاد فجيت الجوزة واحد تاني يعني بقى لي دلوقتي بقى لي سنة معاه سنة وشهر فالتاعب دي بقى لي دلوقتي طال الشهور فهو حالي التاني ما هو ما هواش يعني اي عجيب طيب انت لازم يعني انا هجيب حضرتك ان شاء الله حال اجيب حضرتك ان شاء الله الاستاذ علاء معانا انا حمداني سلام عليكم عليكم سلام تفضل ازا عطبك عملي الله يبارك فيك تفضل حبيبي انا عايزة سأل حضرتك افضل موقيت الذكر ذكر الله نعم افضل موقيت السؤال جميل افضل موقيت الذكر الانسان لابد انه يتعرف على الافضل في هذه العبادة العظيمة في اي سؤال تاني يا استاذ علاء وبالنسبة لقراءة القرآن المتوفي قراءة القرآن للمتوفي المتوفي اه اي اصل الى فيها عجل لها ولا ملاش عجل ولا الافضل الدعاء حاضر حاضر يا استاذ علاء يا ربنا يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين طيب نجيب الاخت وجيها هي بتقول ان عندها مشكلة وهي راح للدكتور والدكتور شخص الحالة طيب انا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نأخذ بالاسباب وان الله جعل لكل شيء سببا فانا هروح لاحسن دكتور اذا ما تحسنتش اروح لدكتور تاني يكون احسن دكتور في مجاله والاسلام يحثنا ويشجعنا على اننا لابد ان نأخذ بالاسباب ولكن قبل ان نأخذ بالاسباب نعلم ان الشافي وان النافع وان الضار هو الله عز وجل فلابد ان يكون في يقين في الله عز وجل ان الله هو الشافي فالانسان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء دي اول نصيحة للاخت وجيها الامر الثاني هناك علاج في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة الله سبحانه وتعالى ينزل من القرآن ايات شافيات هذه الايات لا بد الانسان ان يقرأها الرقية الشرعية وان هو يحاول بقدر ان كان ان يحافظ على الاسخار ويحافظ على الدعاء فانا بنصح الاخت وجيها ان تقرأ الرقية كل يوم كل يوم ببنية الشفاء وفي السنة النبوية وفي القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة ولكن اكثر الناس لا يعلمون الاستاذ علاء بيسأل سؤال مهم جدا افضل مواقيت الذكر امرنا ان نذكر الله بكرة وعشية يبقى اذكار الصباح والمساء من افضل واحب العبادات الى الله عز وجل اذكار الصباح والمساء فيها والله من خيري الدنيا والاخرة اذا اردت الدنيا فعليك بذكر الله اذا اردت الاخرة فعليك بذكر الله ومنها اذا اردت الحفظ والتحصين من الشياطين ومن الحسد ومن الحقد ومن شياطين الانس ومن شياطين الجن هناك حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم هناك حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تلت مرات صباحا وتلت مرات مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم حصن حصين من كل شر لو انسان حافظ على هذه الاذكار من بعد الفجر الى الشروق ومن بعد صلاة العصر الى صلاة المغرب يحافظ على هذه الاوقات وبعض العلماء قال ان اذكار الصباح والمساء تقضى فمعاك من بعد الشروق الى صلاة الظهر ومن بعد اذان المغرب الى العشاء هذه مواقيت لابد جميعا اذا اردنا السعادة في الدنيا وفي الاخرة ان نذكر الله عز وجل وهناك اذكار اخرى جاءت بعد الصلوات تسبيح الله وتحميد الله وتكبير الله الاستغفار بعد كل صلاة استغفر الله العظيم هذه من الامور التي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الاذكار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واذا فتحنا باب الذكر فانك تجد ان ما دخلت وما خرجت وما ركبت وما نزلت الا ولك فيه ذكر علمناه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير الا ودلا عليه وما ترك شيئا من الشر الا ونهان عنه صلى الله عليه وسلم فعندنا أذكار النوم وعندنا أذكار الاستيقاظ عندنا أذكار دخول الخلاء وعندنا أذكار خروج من الخلاء عندنا أذكار الركوب وأذكار النزول كل حياتك المفروض أن تكون فيها دعاء وفيها ذكر لله عز وجل بالنسبة لقراءة القرآن للمتوف اختلف العلماء في أن القرآن يصل إلى الميت أم لا يصل هناك من قال أن قراءة القرآن لا تصل إلى الميت لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن وبعض العلماء قالوا أن قراءة القرآن تصل إلى الميت واستشهد بأحاديث كثيرة منها اقرأوا ياسين على بوتاكم وإن كان في سنده ضعف وبعض العلماء قالوا أمرا ثالثا قالوا أنك حينما تقرأ القرآن فأنت في قرب إلى الله عز وجل وأفضل الذكر كراءة القرآن أفضل ذكر لله سبحانه وتعالى هو كراءة القرآن لماذا؟ لأنك تذكر الله بكلام الله وصفة من صفات الله فبعد أن تقرأ تدعو الله بعد هذا العمل الصالح أن يغفر الله للمتوفى وأن يجعله في جنات النعي فتأمل وترجو من الله عز وجل القبول هذه هي أراء العلماء في قراءة القرآن للمتوفى وإن شاء الله بعد الفاصل نكمل هذه العبادة العظيمة وهذا الموضوع الشيق بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدنا بعد هذا الفاصل وبعد أذان العصر كنا بدأنا في فضل الذكر وأن للذكر أفضال عظيمة ومحاسن جميلة هذه العبادة العظيمة حينما تذكر فإنك تذكر الله عز وجل من ثمار الذكر قلنا مغفرة الذنوب ومن ثمار الذكر أن هذه العبادة أفضل عبادة عند الله عز وجل ومن ثمار الذكر أيضا أنه علاج للهموم كيف يكون ذلك والله يأتينا ناس كثير كثيرون يقولون عندنا هموم عندنا مشاكل والحياة بقت صعبة ومشعرفين إحنا دايما الموضوع فيه ضنك وفيه هموم وفيه غموم وفيه والعياذ بالله ضيق في الرزق وضيق في المعيشة ومشاكل مع الزوجة ومشاكل مع الأولاد والله هي كلمة واحدة أقولها لنفسي وأقولها للناس عليكم بذكر الله تعالى لماذا؟ لأن كما أن للذكر فوائد عظيمة وللذكر آثار كبيرة أيضا للغفل عن ذكر الله عقوبات عظيمة وكبيرة يقول رب وسبحانه وتعالى في الكرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نعم من أعرض عن ذكر الله فإن حياته كلها تنقلب رأسا على عقوبة يعيش في ضنك وما أجمل تصوير القرآن العظيم للغافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إذا حدث لك ضنك إذا حدثت لك هموم مشاكل ابحث في نفسك هل أنت غافل عن ذكر الله أم لا وإذا كنت كذلك فألض والجأ إلى الله سبحانه وتعالى بذكر الله جاء رجل للحبيب صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به أتمسك به دلني على الخلاصة فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى إذا أردت النجاة في الدنيا وإذا أردت النجاة في الآخرة فعليك بذكر الله ما الدليل على ذلك كنت منذ قليل أخبرتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأسكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى قال معاذ ما شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أنجى من عذاب الله يوم القيامة من ذكر الله سبحانه وتعالى لا يوجد شيء أكبر وأعظم أن ينجيك يوم القيامة إلا هو ذكر الله سبحانه وتعالى لذلك كانت العقوبة على قدر هذه الثمار العظيمة لهذه العبادة العظيمة ألا وهي ذكر الله تعالى من أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ومن يعش عن ذكر الرحمن أنظر إلى العقوبة نقيد له شيطانا فهو له قرين الذي يبتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى يقيد له شيطان يضله يقيد له شيطان إضافي بغير هذا الشيطان الذي معه دائما شيطان يضله لماذا؟ لأنه ابتعد عن ذكر الله تعالى ما اللعبة الكبيرة للشيطان؟ سؤال هل هناك لعبة عظيمة للشيطان يلعبها مع ابن آدم؟ نعم هناك لعبة يريد الشيطان أن يلعب بالإنسان بها هذه اللعبة الكبيرة وهذا الأمر الخطير الذي يركز عليه الشيطان هو الإبتعاد ونسيان الذكر نسوا الله فأنساهم أنفسهم وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره لعبة الشيطان أن ينسيك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله يخبرك أن تكون تقيا ينادي عليك اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا اسمع ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسكون تشبيه وذم للمعرضين عن ذكر الله أنهم هم الفاسكون العياز بالله فلذلك لا بد أن يلجأ الإنسان إلى ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين سيدنا وحبيبنا أبو بكر الصديق كان دائم الذكر لله سبحانه وتعالى وكان من عادته الذكر الدائم فكان إذا دخل الخلاء وضع حجرا صغيرا تحت لسانه لماذا؟ حتى لا يذكر الله في الخلاء انظروا إلى حرص الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هو الصديق أبو بكر انظر إليه يذكر الله على كل حال والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك لابد للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يكون لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الذكر حياة القلوب الذكر حياة للقلب والله لتحيى القلوب بالطعام والشراب والفسح والملابس والسيارات ولا أي شيء ولكن القلوب تحيى بذكر الله ما دليلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البقري ومسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت فالذاكر لله حي وإن كان بين الأموات والذي لا يذكر ربه ميتا وإن كان حيا ويمشي ويتحرك بين الأحياء النبي يضرب المثل بحياة الناس وموت الناس الذين يحيون في هذه الدنيا هم الذين يذكرون الله والذين يكثرون من ذكر الله لماذا؟ قال ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهو الذي قال سبحانه في حديثه الكدسي أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحرقت بي شفتاه اسمع أنا مع عبدي أمعية الله توفيق الله التسديد من الله عز وجل هو الذي يقول أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحرقت بي شفتاه لو نظرنا لكل العبادات لها أوقات منع ولها أوقات حرمة الصلاة مثلا لا تستطيع أن تصلي صلاة بعد العصر إلا صلاة السبب ولا بعد صلاة الفجر إلا صلاة السبب وهناك للزكاة منع إذا كنت لا تستطيع أن تؤديها فتسقط عنك الزكاة والحج له أوقات معلومة في العام لكن العبادة الوحيدة التي ليس لها أوقات منع ذكر الله سبحانه وتعالى أذكر قصة هذه القصة ذكرها بعض العلماء أن كان في سندها ضعف ولكن نذكرها لأن تؤخذ بها في فضائل الأعمال والحث والتشجيع على أمور الخير أن الإمام أحمد بن حنبل وقيل الفضيل بن عياط وكثر تعدد أسماء الرجال أو أسماء هذا الشخص أو هذا العالم الكبير الذي حدثت معه هذه القصة الإمام أحمد كان في صفر يطلب العلم وجن عليه الليل في مسجد وأراد بعد صلاة العشاء أن ينام في المسجد فإذا بالعام يقول له ليس لك مبيت هنا ليس لك مبيت هنا لا تستطيع أن تنام في المسجد فقال له أنا رجل غريب ولم يذكر الإمام أحمد اسمه لأن الإمام أحمد كان إمام أهل السنة في وقته وأنه كان رجلاً عالماً معروفاً مشهوراً بين الناس فقال له أنا رجل غريب ولم يذكر الإمام اسمه فقال له لا ليس لك مبيت هنا خرج الإمام ونام على عتبة المسجد وإذا بهذا العامل بعد أن أغلق النوافذ والأبواب وجده على عتبة المسجد فمسك الإمام أحمد من قدمه وجره جره جره في وسط الطريق وكان المسجد بجوار دكان خباز راجل يخبز العيش فرأى المنظر فقال له تعالى يا أخي أبيتك عندي فنام الإمام أحمد بجوار هذا الخباز وهو يعمل بالليل فرأى من هذا الرجل أمراً عجيباً ما هذا الأمر العجيب؟ رأى أن الخباز كلما يعجن عدنه يقول سبحان الله والحمد لله وَلَا إِلَّا 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 إ عز وجل هل وجدت لهذه العبادة ثمرة هل وجدت لهذه العبادة ثمرة قال نعم والله أيها الرجل وهو لا يعرف من هو قال والله أيها الرجل ما دعوت الله بدعوة إلا استجاب الله لي فيش دعوة خيب معي كل ما أقول يا رب الله يستجيب أقسم على الله الله يستجيب لماذا؟ لأني أذكر الله في كل وقت قال له الرجل ولكن كل الدعوات استجابت إلا دعوة واحدة اسمع أنتظر إجابتها من الله أنتظر الإجابة من الله سبحانه وتعالى قال وما هذه الدعوة؟ الإمام أحمد يقول للرجل وهو لا يعرفه ولا يعرف أنه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وصاحب المذهب المشهور قال وما هذه الدعوة التي تنتظر إجابت كل الدعوات مستجابة مع هذه الدعوة قال نعم دعوة واحدة أدعوها منذ فترة وأنتظر إجابتها من الله قاله ما هي؟ قال أن أرى الإمام أحمد بن حنبل قال له الإمام وهو يبتسم أنا أحمد بن حنبل وقد جرني الله من قدمي إليك جرًا أنا ربنا جبني مجرور من رجلي عشانك وعشان تشوفني لأنك ذاكر لله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة فلا بد لنا أن نلجأ إلى هذه العبادة لمن يريد أن يكثر حسناته ولمن يريد أن يكون فائزاً في الدنيا ولمن يريد أن يحيي قلبه هذا القلب القاصي الذي يقصو بالذنوب والمعاصي إذا أردت أن تخرج من هذه القسوة ألن قلبك بذكر الله لابد أن تكون لله ذاكراً لابد أن تلز وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ببعض الأذكار التي لها فضل عظيم اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإيمان مسلم يقول الحبيب المصطفى الطهور شطر الإيمان الطهارة نصف الإيمان طهارة القلب وطهارة الجسد وطهارة الملابس كل أنواع الطهارة على اختلافه بين العلماء الطهور شطر الإيمان أو الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الله أكبر الحمد لله نعم حينما تقول الحمد لله فأنت تأتي بحسنات تملأ ميزانك والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله الحمد لله تملأ الميزان بل خذ ما هو أعجب من ذلك وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض تخيل تأتي يوم القيامة بحسنات تملأ السماوات وتملأ الأرض بفضل أنك قلت سبحان الله والحمد لله تعالى لتتعرف أيضا على بعض الأذكار جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة بعض الصحابة فقال لهم خذوا جنتكم خذوا جنتكم خذوا جنتكم قالوا أمن عدو قد حضر يا رسول الله قال لا خذوا جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حصن حصين لك من النار وحصن حصين لك من أعدائك أن تذكر الله عز وجل لا يستطيع الإنسان أن يدخل الحرب وصدره مكشوف فيلبس الوقاية التي تحميه تحميه من الأعداء نعم الذكر يحميك من العدو يحميك من الحاسد يحميك الذكر من الساحر يحميك الذكر من التقلبات الحياة الذكر يحميك من كل شيء فإذا أردت أن تكون سعيداً في الدنيا سعيداً في الآخرة أذكر الله قل لا إله إلا الله قل سبحان الله قل الحمد لله قل لا حول ولا قوة إلا بالله جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل خير علمني خيراً يا رسول الله علمني خيراً وهذا ذكاء من الناس حينما يسألون عن الخلاصة عن المفيد ما هي العبادة التي تأتيني بحسنات كثيرة وتحقق لي السعادة في الرزق وفي الزرية وتحقق لي كل شيء الله يقول قد أفلح من تزكى أفلح وأنجح قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ذكر اسم ربه فصلى يا رسول الله علمني خيراً اسمعوا لهذا الحديث العظيم يا رسول الله علمني خيراً وانظر هنا إلى المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي علم المتعلمين تعلم منه كيف تدعو إلى الله كيف تكون النصيحة كيف أنه تماث تراحم الأسلوب الدعوي من رسول الله لرجل يسأل عن خيراً يسأل عن خير قال له تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ومسك يده انظر إلى التلامس فيه خير تماث تراحم يمسك يده النبي صلى الله عليه وسلم ويعد عليه ويعد سبحان الله يقول له كل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر النبي يعد هذه الأذكار على يد هذا الرجل الرجل قبض يديه وأخذ يعد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر خرج الرجل وبدأ يتفكر فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح ولكن يتابع هذا الذي نصحه ماذا يفعل؟ وهل وقعت النصيحة في قلبه أم لا؟ أم هناك تفكر؟ فعلاً الرجل أخذ يفكر فقال الحبيب تفكر البائس تفكر البائس تفكر البائس فرجع الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئتك وكلت لك علمني خيراً فقلت لي وعددت على أصابعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه كلها لله هذه لله فماذا لي هذه كلها أذكار لله عز وجل قال له أما علمت أنك إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت وإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله غفرت لعبدي وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله رحمت عبدي وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله رزقت عبدي وفي رواية يقول الملك حينما يقول اللهم اغفر لي يقول فعلت ويقول حينما يقول اللهم ارحمني يقول قد فعلت اللهم ارزقني فيقول قد فعلت إذن الشاهد من هذا الحديث إذا أردت الرحمة من الله عليك بذكر الله إذا أردت السعادة بجمع المال أو بالرزق والبركة في مالك عليك بذكر الله سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ألا بذكر الله تطمئن القلوب حينما يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى يطمئن القلب الذي يشكو من الاكتئاب الذي يشكو من الوسوسة الذي يشكو من السحر الذي يشكو من الحسد الذي يشكو من مشاكل الدنيا يا أخي أنا بذكر الله تطمئن القلوب هذا علاج رباني هذا علاج روحي للإنسان الذي يجد أن هناك صعوبة في هذه الحياة لابد أن يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى سيدنا جابر ابن عبد الله يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من الأنصار وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة والجماعات يخطب على جزع نخلة نخلة وجزع النخلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقف عليها ويخطب في الناس فقالت هذه المرأة أنه غلاما نجارا يصنع لك منبرا تخطب عليه يا رسول الله فإذا بهذه المرأة تصنع منبرا لرسول الله وتأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أول يوم ينزل النبي من على الجزع إلى المنبر وإذا بأصحاب النبي في المسجد يسمعون صراخا بكاء شديد ينظرون حولهم فلا يجدون شيئا وإذا بالبكاء من النخلة من الجزع النخلة بكت لماذا بكت النخلة ولكن انظر إلى رحمة رسول الله انظر إلى عظمة رسول الله فهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير صلى الله عليه وسلم ينزل المصطفى صلى الله عليه وسلم من على جزع النخلة النخلة تصرخ وتبكي ويصعد للمنبر المصنوع من الخشب فيجد النخلة تبكي وتئن إذا به صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر ليحتضن الجزع هذه الرواية في البخاري وهناك اختلافات كثيرة في الرواية ولها طرق عديدة ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضن الجزع وإذا بالجزع يئن كما يئن الصبي الصغير حتى يسكت الجزع يئن كما يئن الصبي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه صرخ إنه أن إنه بكى بكى لماذا بكى يا رسول الله لما كان يسمعه من الذكر الجزع بكى لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نحن من سنة أين نحن من سنة رسول الله أين نحن من الاقتداء برسول الله أين نحن من الصلاة على رسول الله الجزع بكى لأنه كان يسمع الذكر من رسول الله وهو فوقه فبكى الجزع هل تبقي كلوبنا خشية من الله عز وجل والنبي يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فيضان حينما يذكر الله في خلوته يذكر الله فيبكي أحبابي الكرام الخلاصة أن تكثر من ذكر الله لأنه فيه السعادة في الدنيا والآخرة يا صاحب الهم يا صاحب المشاكل يا صاحب الديون يا صاحب من كان له في هذه الدنيا حاجة عند الله عز وجل أذكر الله أكثر من ذكر الله اجعل لسانك راطب من ذكر الله عز وجل هذه وهذه المعلومات وهذه الأحاديث والله قليل من كثير من فضل وثمرت الذكر لله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا كلنا ومن يسمعنا الآن أن يجعلنا له ذكرين اللهم اكرمنا يا رب العالمين بهذه العبادة العظيمة ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر